أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ولا حوله ولا قوته إلا بالله الدرس الجديد خلصنا هيك القوة الدافعة الحثية للملف الدرس الجديد قوة دافعة حثية لموصل الوسلك هل فيه طلاب بيقولوا ليستاذ ليش فشقت عنه ورحت على لنز هلأ لنز شو وظيفة لنز مربوط مع فرداي قانون لنز بيحدد اتجاه التيار الحثي اللي حسبناه من قانون فرداي وهذا الدرس لحال عشان يكفر شقت عنه حاب تدرسه بالترتيب انتحر وراح أرجع أحطه بالفيديو بالترتيب على البطاقة مو مشكلة لن طلاب جننوني ليش ممشيتش بالترتيب حكيت لكم وديت رسائل كثيرة لكم انه هذا الدرس لحال بس ترتيبه بالكتاب هيك الصح انك تدرس قانون فرداي انك تحسب التيار الحثي المتولد في الملف وبدك تحدد اتجاهه عشان ظل عقلك مربوط معه فعلى عاد قي بعد ما تخلص من قانون فرداي بتروع على لنز وبعد ما ترجع لهذا الدرس واللي بتشوفه مناسب هلأ قبل ما نبلش فيه كلكم بتعرفون لو بدي أنا أصنع بطارية زي هاي البطارية هلأ هاي البطارية عبارة عن زي علبة ببسي علبة حمص علبة فول علبة جبناها فاضية وحطينا فيها مادة كيميائية اتخيل هاي علبة حديد او علبة ببسي مثلا حطينا فيها تفاعلات كيميائية بصير الطرف اللي فوق موجب واللي طرف اللي تحت سالب بسبب التفاعلات الكيميائية فصناعة البطارية بسبب التفاعلات الكيميائية اللي بتكون جوه بسبب التفاعلات بكون طرف موجب وطرف سالب معلومة مهمة ديروا بالكو دي أسألكو عنها بعدين هل بطلع تيار من هاي البطارية لا يا أستاذ تخيلوا بطلع منها تيار كان بتخلصوا هي بالمحلات فما بطلع تيار إلا إذا وصلناها مع مع ريموت مع ساعة مع أي شي وصلناها مع جهاز وصلناها مع أي شي فهاي وصلناها مع مقاومة التيار بطلع من وين من القطب الموجب هيك هاي رسمتها رسمتها كانت كالتالي إذا ذاكرين نرسمها تحت هاي عندي مقاومة البطارية كيف بنرسمها ما بنرسمها زي هيك في الدوارة الكاربائية بنرسمها لوح موجب لوح سالب هاي موجب وهاي سالب كيف التيار بيطلع هاي بدخل الدرس بساعدني جدا لتفهيم الدرس بيطلع التيار من لوح الكبير للموجب يعني من الجهد المرتفع وبمشي هيك وبرجع جوة البطارية من السالب للموجب هذا التيار كيف كنوا نحسبه كنوا نقول I تساوي القوة الدافعة على R القوة الدافعة تبيت البطارية هسأل العلماء صاروا يفكروا أنه أنا بدي أصنع بدي أصنع قوة دافعة وتيار بدون بطارية أجيب سلك كيف العلماء صاروا يفكروا يجيب سلك قالوا سهلة هاي الأمور أنه أنا بدي أخلي مدام بدكو طرف موجب طرف سالب هاي مقدور عليها بدي أخلي هذا الطرف موجب وخلي هذا الطرف سالب طرف موجب طرف سالب موجب وسالب كيف بدي أجمع الشحنات طرف صاروا يحكم مع الشحنات الشحنات الموجبة تحركي إلى الأعلى ما تحركتش السالبة انزل الأسفل ما نزتش الآن عشان يجبر الشحنات أنها تتحرك في قانون أخذناها للقوة المغناطيسية F تساوي QVB ساين ثيتا فصالت الفكرة كالتالي أنه أنا أجيب موصل سيلك يعني وأغمره في مجال مغناطيسي يعني أثر عليه مجال مغناطيسي هلأ جو الموصل في شحنات إذا أنا حركت الموصل فأنا قاعد بحرك بالشحنات بحرك الطاولة بحرك الأشياء على الطاولة فصالت الفكرة كالتالي أنه أنا بدي أحرك الموصل لجهة معينة حركت الموصل هيك أو لجهة ثانية حركت الموصل هيك فالشحنات اللي جو الموصل لما تتحرك لليمين رح تتأثر بقوة مغناطيسية مش حركتها لليمين والمجال لجوة شو الزوء بينهم؟ تسعين رح تتأثر بقوة مغناطيسية السرعة هيك والمجال لجوة لين قوة مغناطيسية؟ لفوق فالشحنات الموجبة رح تتجمع فوق موجب والسالب وين؟ تحت انبسط العلماء لأنه قدروا يحصلوا على قوة دافعة عن طريق حركة الموصل داخل المجال المغناطيسي وبالتجارب استنتجوا أنه القوة الدافعة الحثية بتعتمد على قديش المجال كبير وقديش الموصل أطول وقديش أسرع هذا كلهم من النتائج التجربة يعني ما فيه إثبات لهذا القانون يعني مثلا جابوا موصل أطول زي هيك فيه طرف هون هاي الطرف وفيه طرف تحت هذا موصل أطول وحركوا هذا الموصل بشكل أسرع داخل المجال فكانت تجمع الشحنات هون أكبر وهناك أكبر فعشان هيك كانت القوة الدافعة أكبر فالقوة الدافعة بتعتمد على المجال المغناطيسي اللي مغمور فيه الموصل وطول الموصل وسرعة الموصل طبعا بشرط أنه هذا الموصل يقطع خطوط المجال عارفين ليش؟ عشان يصيري QVV sin Theta الأول نحن الطلاب التوجيهي مطالبين مش بأي زاوية يعني لو ميلت الموصل زي هيك وحركته بصير فيه طرف موجب وسالب وبصير فيه قوة دافعة بس الكتاب ما اعتمد حالة واحدة شو الحركة تكون زاوية 90 عشان هيك فيش فيش زاوية بالقانون وشرط الدرس أنه هاي السرعة تكون ثابتة عشان هيك إذا السرعة معطنيها بالسؤال ما أعطنيها بالسؤال كيف أقدر أحسبها المسافة على الزمن وفيه معلومة قبل ما أنساها القوة الدافعة هاي بقدر أعتبرها جهد الموصل أو فرق جهد الموصل لأنه هذا الموصل اللي هو السلك دائماً منهمل مقاومته نحن نحكي عن سلك هذا المقاومته الداخلية مهملة عشان هيك أنه القوة الدافعة نفسها جهد الموصل طيب هلا بالرسم اللي على اللوح ما في تذكر قبل شوي فيه تيار بطاعة البطارية لا هلا عشان يصير فيه تيار لازم نوصل لازم نوصل البطارية مع دارة كهربائية فعشان يصير فيه تيار لازم نوصل هذا الموصل مع مقاومة نبص الحركة دي الآن رح يطلع التيار زيه زيه البطارية من وين؟ من الموجب من الموجب للسالب بره الموصل وجوه الموصل من السالب للموجب فصاري فيه عندي تيار هذا التيار اسمه تيار حثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر